افتتح الرئيس عبدالفتاح سيسي معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغار وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بستمراضي أن المعرض يأتي في إطار توجيهات الرئيس بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العديقة وإتحق منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة انتاجها المميز حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في هذا المعرض بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر